هلو جايز ازيكم يا شباب عاملين ايه الفيديو النهاردة شوكينج او صادم شوية لان انا كررت ان انا في الفيديو ده صحح كلمة انتشرت في اغنية مؤخرا اه وهي اغنية انا مافيا الكلمة نطقت في الاغنية او عمتا الشباب دلوقتي هما بيغنوها بسمحهم بيغنوها بانطاقوها ماضية هي الكلمة دي نطقها ايه اصلا نطقها مافيا 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 انت اللي عايز تغني الاغنية دي اقول بقى بعد كده انا مافيا مش مافيا 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 طيب مافيا يعني ايه دي كلمة انجلش اصلا معناها اه عصابة تمام اه ليها معنى مساوي او ايه عصابة مستقوية شوي اسمها مافيا طيب فيه كمان كلمة تانية بمعنى كلمة عصابة اسمها جانج 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 طيب الفيديو ده مش اصحح كلمة مافيا بس لأ هنتعال بقى نتكلم على شوية جراين كده وازاي تكلم عن الحرامية والعصابات والحاجات دي بالانجلش اوكي عشان فيه كزا كلمة تانية انتشرت فحب ان انا اقلمها لك كلها فيديو واحد طيب قلنا مافيا جانج 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 معناها عصابة حرامي ثيف ثيف ومش زيف لأ يثناء ثيف 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 اوكي طيب ثيف حرامي والاكشن ان الحرامي بيعمله هو ستيل 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 بيسرق يبقى يسرق معناها ستيل طيب سؤال كده في كلمة تانية معناها روب روبر ايه دول روب برضو معناها يسرق بس يسرق مكان يسرق شركة يسرق بنك يسرق شقة اسمها روب 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 طيب روبر 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 برضو حرامي بس حرامي كبير شوية الحرامي ده بقى لا يسرق البنك هيسرق الشركة فيتقال عليه روبر 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 عندما ثيف ده حرامي ان جنرال طيب الحرامي بقى او بالعربي كده طالب عندي قلالة لما كنتش عارفة عنها بالعربي اللي بيهجم عشوء او بيكسرها اسمه هجام طيب ده معناه ايه بالانجلش اسمه برغلر 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 يبقى برغلر معناها حرامي شوية او هجام برغلر برغلر طيب كلمة خطف اللي بنسمحها كتير الايام دي نسمحها فياتف انج طيب ال oppش犯ل دي طيب الخاطف نفسه بقى و اللي بيقوم بالاكشن ده طيب جريمة نفسها اسمها ايه؟ طيب مجرم طيب كلمة اختصوب معناها ايه؟ ومختصب واخد بالك مش هنقول عشان الرابر ده المغني الراب هي اسمها ريبر تحرش تمام؟ اسمه سيكشوال هارسمند كلمة كبيرة شوية بس محتاج تحفظها عشان تقدر تفهم المقالات اللي بتنزل على الفيسبوك لازم تبقى عارف معنا الكلمة سيكشوال هارسمند الناس اللي بتعمل سيطرة على طيارة طيارة معناها بلاين وسيطرة معناها كونترول طيب الجريمة نفسها اسمها ايه؟ هايدجاكن 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 الجي عندي بانضعها كان فيها الدي هايدجاكن 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 طيب كلمة اختيال الساسن 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 طيب قاتل في كلمتين بمعنى قاتل في كلمة كيلر 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 ودي كلنا عارفينها بس في كلمة تانية منتشر اكتر في الموبيز وفي السونجز معناها ميردر 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 عشان تطبق على الكلمة دي في اغنية الريانا اسمها unfaithful معناها خينا وخينا هتلاقي لها تنتق كلمة ميردر في السونج اسمح أقول veio رايك في السونج و sexually رايك في كلمة ميردر من نقط الريانا وعندها American accent جميلة جدا ميردر 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 كلمة بقى سألت عليها كتير يعني ايه اتسبت يعني ايه ققف في الشارع وحد يقف يسبتني طيب والشخص اللي بيسبتني بياخد مني الموبل والحاجات بتاعتي ده اسمه ايه كلمة يسبت عشان ما تنسهاش خليك فاكرني بالحتة دي اعرف كلمة مج اللي انت بتشرفيه النس كافي هي دي كلمة مج 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 معناها يسبت حد في الشارع وياخد حاجته مج مج طيب الشخص نفسه بقى اسمه ايه مجر 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 طيب ده الشخص اللي بيعمل الجريمة دي طيب الشخص اللي بيخرب حاجات في الشارع بيكثر ازاز مثلا او بيخربش العربيوت بيقسمه فاندل 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 طيب المحكمة يعني ايه اسمها كورت 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 طيب المحامي بيبقى اسمه لاير 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 وساعات فيه نطق تاني لاير 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 طيب بس ما افتحاش اوي تبقى لاير عشان دي معناها كذب والآه دي بيبقى اسمه جودش 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 والنائب العام بيبقى اسمه جنرال بروسيكويتر جنرال بروسيكويتر ووكيل نياب بيقسمه بروسيكويتر 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 طيب في حتة مهمة برضو نسيناها هي كلمة مخدرات معناها دراجز 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 بس مش اي كلمة دراجز تبقى مخدرات على حسب معناها في الكلمة يعني ايه يعني كلمة صيدلية مثلا ليها معنى تاني اسمها drugstore 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 بتسوي pharmacy وكلمة drugs بتيجي معنى الكامل بتاحها أو معنى الشاعر بتاح المخدرات بس ليها معنى تاني معنى أدوية drugs زي medicines تمام فانت على حسب المخدرات أو معنى بتاحها بتيجي طيب تاجر المخدرات دي معروفه كلنا بنقولها عادي dealer 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 تاجر مخدرات dealer dealer طيب المرمن نفسه بيبقى اسمه addicted 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 في كلمة تانية منتشرة أكتر من addict اسمها hooked 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 وبنطق الديل اللي في الآخر أكنها تي ما بقولش hooked بالديلة hooked hooked أي كلمة أخرها كي أو بي أو تي لما ماجي بحط لها اي دي الاي دي ما بتتنطقش دي تتنطق لك إنها اي تي فاسمها hooked 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 معناها مود من مخدرات hooked كنا قلنا عصابة معناها جانج رئيس العصابة بقى الشخص ده بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى اسمه gangister 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 طيب كلمة بلتاجي أو حد واخدها بالعفية بيبقى اسمه thug 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 بيبقى thug معناها آه بلتاجي أو حد يعني حرامي أو كده فبيتقال عليه thug 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 الكلمة اللي منتشر اليومين النور برضو كلمة تنمر آه أو حد يبقى مستقصد حد ويتريق عليه وابتاع و آه ويبقى واقف فوق روزه كده اسمه poly 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 ودي ناون وادجكتب في نفس الوقت أو ناون والperson نفس يعني person نفسه برضو لما اجا اقول ان هما polys 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 برضو معناها الناس اللي هي بتتنمر على حد poly polys ايه السفات اللي انا ممكن استخدمها عشان اعبر عن الخوف ممكن استخدم afraid 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 خايف scared 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 خايف ممكن استخدم expression داي I'm shaking in my shoes I'm shaking in my shoes ايه ده برتعش في رجلي الكلام ده لا I'm shaking in my shoes معناها بالمصري كده اللي هو رقب يبتخبط في بعضها او خايف جدا بقول I'm shaking in my shoes I'm shaking in my shoes طيب ايه كمان كلمة يطارد يطارد معناها chase 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 وchaser الشخص نفسه اللي بيطارد chaser chaser يقبض على حد اسمه arrest 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 وكلب شات معناها handcuffs 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 كنا قلنا ان الان لو بعديها دي تديك تبقى silent عشان كده بقولها لك handcuffs 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 وكلمة ضابط معناها police officer police officer ايه ده ثانية كده هي مش police officer لا ما فيش حاجة في الدنيا كلها اسمها police officer تتكلمي جد are you serious are you serious تتكلمي جد no I'm not kidding انا مش بها صدر اسمها police officer police officer دي معناها ضابط والامريكان او في اللهجة الامريكي كمان بيقولوا عليها cops cops بل او مش بل يو عشان بل يو معناها فناجين انما بل او معناها ضبط cops 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 اه وتحذير معناها وورن 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 معناها يحذر warning تحذير ويهدد معناها threaten 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 برضو معناها اه يهدد او تهديد اه انا كده اعتبر ان انا لمتلك كل الكلمات بتاعة الكرايم اه والمافيا مافيا تمام اه اتمنى احنا نقول دلوقتي كلمة مافيا صح ما ولا هجل ما كنا بنقولها مافيا اه لو الفيديو عجبك ما تنسيش شير لايك سبسكرايب تو ماي شانل ونراكم في الفيديو هستنىكم تكتبو كومنس بالكلمات دي في الفيديو اتمنى انتو تقو كويسين وصحيتكم حلوة وجاهزين معايا كده عشان نشتغل طيب لحستو انا بس مع الطالبة كده بتتكلم بحس ان ان انت بتتكلم يعني ماشين كده يعني بحس ان روبورت بيتكلم او انسان قالي بيتكلم مش واخد على السنس بتاع الانجليش او السنس بتاع الانجليش طيب اعمل ايه عشان هحس ان انا بتتكلم زي الاجانب او مشروط الاجانب انت حتى وانت بتتكلم عربا مع صحابك اتلاقي نفسك بتتفاعل تعل يصوتك بتعلي صوتك او بتقول صفاته انت بتتكلم ده حلو قوي ده رهيب ده تحفة ده واو ده يجنن ده يهوس لا لا ده مقارف انا مش عايز يعني دايما بتقول صفاته ودايما بتقول كلام نجي بقى الكلام الانجليش هتلاقي نفسك ايه جملة وبتقفل جملة وبتقفل والموضوع مفوش صفات خالص ولا فيه فوكابس حلوة تتحسني الموضوع قلب بقى ان انت يعني مش لغة خالص دايما نمثل الانجليش بالعربي وانت بتتكلم عربي هتلاقي نفسك بتفاعل وبتضحك وبتهزر فوصة الكلام وبتزعل وبتدي الانجليش نفسه لو انت ما عاشتش فيه او ما حسيتش به مش هيطلع معاك حلو زي ما انت متفايد طب اعمل ايه نجي بقى فاعمل ايه دي ونتدي نشتغل مع بعض هقولك تعمل ايه انت في حاجتين او فيه تلات حاجت لازم تشتغل عليه في الفيديو ده هنشتغل على حاجتين والتالت هنخليه في فيديو تاني تمام طيب ايه الحاجتين اول واحد يعني ايه معناها نبرة الصوت بتاعتي لازم اغيرها تمام على حسب الكلام اللي انا بقوله يعني انا لو بتكلم وعايز ااكد على معلومة اوكي هتلاقيني ايه التكيت او عملت سترس على الكلام وعليت صوتي ونزلته نفس الكلام لو في حاجة بتبقى زعلان شوية تحس ان انت تاخد فيه الفويس بتاعك او صوتك يبقى زعلان لو انت بتكلم على حاجة مثلا فيها او فيها اصارة لازم تتفاعل طيب هل الصوت بس اللي هيخلينا تكلم زي الاجانب او هخلينا تكلم انجلش تمام لا مش الصوت بس لازم ندعمه بشوية يعني ايه يعني كلمات طيب ايه بالضبط في عشان هي حاجات كتير لازم ايه اللي هي الصفوت تمام هنبتدي نقول شوية صفات مع بعض اه ونتضرب على نطقوها سوا وهطلب منك ان انت بعد ما نخلص الفيديو ان انت تاخد او الصفوت دي وتحاول تدخلها في سنتنسا سواء في كومنز او في سفيكينج او في ريكورد او بتسجل لنفسك وتريد تسمع واحكاز بس لازم تمارسها يعني هو اللي هيقوم بالموضوع لو ما عملتش او ما تضربتش هتحس ان انت ما بتعملش حاجة طيب نبتدي باول حاجة هتلاقي نفسك وانت بتتكلم دايما مثبت حاجات والما تيجي لما تحط الطط بتاعك هتلاقي نفسك حطيت مسلا حاجة زي معناها رائع او مدهش طيب وبنقف عندك ده ما بنزودش حاجات تانية طيب ايه الحاجات التانية اللي انا ممكن ازودها وتعمل معايا اه او تخلي بتاعي رائع تمام ناخدهم بالترتيب وننطقهم اكتر ممرة اول حاجة عندي معناها رائع نخش وبقولش يعني لم تبقى الاي عندي في اول الكلام باكسرها سنة كده مش بخليها مش بقول اللي هو عربي يبقى لازم اكسر الاي لو هي في اول الكلام الاتنين معناها مدهش معناها رائع هتلاقي وانتا بتعمل شوبينج او بتتسوق هتلاقي في محلات كتير اسمها فابلوس فابلوس معناها رائع رائع هيجي بعدها كمان مارفلوس برضو مارفلوس معناها رائع استونشنج 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 معناها مدهش تمام او رائع اه وانا بنطقلك بس عشان احنا بعلمها لك انما هي في العادي اي كلمة خيرها اي اني جي مش انطى الجي بقى وعملها تبقى استونشن يبقى انا لو بقولها في سنتنس مش اقول الجي واو لك اتس تي شيرت اتس استونشن اوكي يبقى انا لما يجي اقولها في سنتنس مش اقول الجي خالص بتاعة الاني جي ماجستيك اظن ان كان فيه تشانيل في التيفي او كنافة تيلزيون كان اسمها ماجستيك مش فاكرا كابوطارد ايه بس تقريبا كابوطارد موفيز ماجستيك 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 بادي على الجي اللي في النص وعملها كان فيها دي ماجستيك 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 معناها رائع برضو او مدهش او مذهل او حاجة طيبة في النظر ماجستيك معناها حاجة جميلة جدا ملفتة للنظر فأقول حاجة جديرة بالذكر نقول عليها ايه كمان غير نقول حاجة زي معناها شيء معناها مسير برضو معناها مسير لو عايز أقول حاجة دي مجدية أو بتدي فلوس في الحالة دي بستخدم كلمة إنك تشتغل كدكتور حاجة مجزية طيب لو حاجة فيها تحدي طيب لو حاجة فيها تحدي نقول حاجة تانية زي كلمة جديرة بالذكر أو معلومة المفروض تتقل فأقولك أنت إزاي مثلا ما تقولش المعلومة دي المعلومة دي مهمة جدا رازم تتقل بدلا ما أقولها في سنتنس طويلة ممكن أستخدم الأدكتب أو الصفة دي اسمها نوت ورثي نوت ورثي نوت ورثي فأقولها نوت ورثي باجع تي وعملها زي أ نوت ورثي oh my god it's نوت ورثي نوت ورثي فيها أكسنت تانية بدتقال نوت ورثي بس هي النوت اضطحة كأدكتب نوت ورثي نوت ورثي نوت ورثي وتي أتش لازم أطلع لساني ورثي ورثي وانا بقولها ذا ذا نوت ورثي طيب دي بالنسبة لحاجات الحلوة طيب لو حاجات مش عجباني أو مضايقاني فناش أستخدم باد اللي هي وحش في حاجات كتير أول غير باد ممكن أستخدمها زي إيه ممكن أقول أوفل 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 أوماي جاد إتس أوفل أوفل يعني إيه أوفل معناها بشع أو وحش جدا تريبول 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 برضو معناها فضيع أو بشع لو خدت بالك وانا بنضع تي وهي في أول الكلام راجع معي الفيديو اللي أنا كنت بكلمك فيه على نوت تي هتلاقي إن التي لو هي في أول الكلام لازم يطلع معاها بفوف اير أو بعض الهوى أو شوية هوا كده وانت بتقولها زي ما جاء قول تي تن لو حطيت إيدك هتلاقي تحس في هوا طلع تن تي تايني تمام تريبول تدي يبقى أي تي في الأول لازم يطلع معاها هوا تريبول معناها فضيع هوريبول هوريبول بشع أو فضيع تريفاين تريفاين مخيف تريفاين تريفاين معناها مخيف كريبي 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 برضو معناها مخيف أو مؤرف كريبي ديسكاستنج 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 برضو معناها مؤرف ممكن تشارع وتحط بدلها يكي يكي يبقى ديسكاستنج بدلها يكي طب إي تاني وحش ممكن أقوله لو عايز أقول مثلا حاجة زي شرير في الحالة دي ممكن أستخدم معناها على فكرة الشرير برضو في حاجة زي مرعب برضو ممكن أقول معناها مفيد ممكن أقول معناها ضروري برضو معناها مفيد معناها حيوي أو مفيد ممكن أقول كمان حاجة زي معناها مهم بس نبعد عن يعني بلاش في حاجات كتير قوي ممكن تقولها بدل طيب لو حاجة بتذهيشك أو تحس ما قصرت فيك قوي ممكن تقول عايز تقول حد أنا بشكرك جدا أو أنا شاكر لك جدا ممكن أستخدم two adjective ممكن أقول thankful 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 أو grateful 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 thankful grateful توحطها لك في sentence oh my god I'm so grateful for what you have done for me I'm so grateful for what you have done for me أنا شاكر جدا أو ممتد جدا اللي انت عملتوا عشاني I'm so grateful for what you have done for me تمام؟ انت لو قاعدت تفكر كتير ان انت تجيب كلمة grateful دي مش هتعرف فخلينا ان انت تحاول دايما تجدد من vocabس بتاعتك أو adjectives بتاعتك طيب في كلمة كده بتتقال في الموفيز كتير معناها رائع أو موديش جدا اسمها awesome 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 برضو معناها رائع أو جميل جدا طيب tasty ممكن نقول delicious 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 yummy yummy برضو التلاتة معناهم نزيز أو جميل جدا طيب لو انا عايز اقول على حاجة جميلة أو بنت أمورة اي الحاجات اللي انا ممكن استخدمها اول حاجة هستخدم beautiful 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 معناها أمور أو جميل ولو خدت بالك اني عندي تي كبتوين تو فاول فنطع طعا فاس دي فبقيت beautiful beautiful طيب ايه كمان pretty 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 beautiful pretty طيب ايه كمان good looking good looking good looking good looking معناها جميل طيب لو واحدة أمورة جدا 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 في الحالة اللي ممكن استخدم الاجبطة دي وركز في نطقها معاك كويس gorgeous 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 معناها جميلة جدا gorgeous الجي الأولين هتقطعها زي gorgeous والجي التاني هتقطعها زي gorgeous 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 لو في حد مدلع ببتدي استخدم حاجة زي dandy 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 معناها ان هي لابسة حيلة ومتقلقة فقول عليها dandy dandy طيب ما نخلطش ما بينها وما بين حد مدلع لدرجة الفساد يعني مدلع بقى بزيادة فقول عليه spoiled 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 تمام كده أتمنى ان الفيديو يكون فيه vocabs اللي انت تتمنىها كل اللي انت محتاجه وان انت تجدد من vocabs بتاعتك ودايما تدي reactions أو تدي reaction للكلام vocabs دي هتمنى ان انت تستخدمها لي في كومنت لو عقبك الفيديو ما تنساش لايك شير اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر